الله يكرمك يا دكتور احنا عموانا لن نطيل عليك نسعد بلقاء الدكتور يا جماعة معانا طبعا اللي معانا كوكبة من خيرة مجتمع الإمارات والسعودية ومعانا من ألمانيا معانا من أكثر من دولة يعني حقيقة يعني كوكبة رائعة ونتشرب بوجود دكتورنا الغالي الدكتور عبدالله كحيل الباحث العظيم في العلم في القرآن الكريم أكبر باحثين في العالم وهو شخصية معروفة غنية عن التعريف يعني الحمد لله ربنا يزيدوا علم ويزيدوا عطاء وخدمة لكتاب الله تبارك وتعالى طبعا عارفين موقع الدكتور وتواصل الاجتماع فضائيات يعني كلكم يعني تعريفوا من هو الدكتور كحيل والنهاردة يكلمنا عن موضوع شيق ولن نطيل عليه حتى يكمل إفطاره تفضل الدكتور أبدا من العكس بارك الله بكم ويزرح كل خير والحقيقة يعني أنا يمكن أن أسمي الدكتور أشرف العسال المفسر العالمي للأحلام حقيقة الله يعزك دكتور يعني هو ما شاء الله لديه رؤية علمية يهتم بالجانب العلمي وهذا مهم وهذه نادرة ما نجدها في شخص أنه يهتم بالجانب العلمي والأمور العلمية الله يكرمك دكتور وربما من هنا نشأ اهتمامه بالإعجاز العلمي أيضا نعم 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 تشرف الله يبارك فيك فأنا يعني طرح موضوع قبل فترة الحقيقة توأم الروح أيوة توأم الروح طب هذا مصطلح بشري جديد نوعا ما اصطلح عليه بعض علماء النفس بعض المهتمين بالبرمجة اللغوية العصية بعض المهتمين تحديدا بمجال تخاطر الأرواح تخاطر الأرواح اهتموا بهذا الجانب لماذا طبعا علميا لم يستطع العلماء حتى الآن إثبات هذا الأمر بالتجربة العلمية لأنهم لم يعترفوا بوجود الروح ببساطة يعني علماء التطور علماء الفيزياء علماء الفلك لا يعترفون بوجود الروح لذلك هم لم يكتشفوا أسرار هذا التخاطر وهذا التواصل عن بعد فيما يسمى هناك جزء من علم التخاطر اسمه أنا أسميه تسمية نبوية مشتقة من الحديث النبوي نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا الكلمة الدقيقة مباشرة فليس هناك شيء اسمه توأم روح هناك تآلف الأرواح تآلف الأرواح فالنفس البشرية قلنا هي التي تقود الجسد وتقود الجسد بمكوناته إما إلى الهلاك والوساوس وطريق الشيطان وإما أن تقوده إلى طريق الله من خلال الالتزام بمنهج الله وبتعاليم القرآن وبالتالي يصبح لدينا نوعين من النفس إما النفس المطمئنة أو النفس الأمارة بالسوء فسبحان الله النفس المطمئنة لماذا سميت مطمئنة أحد أسرار هذه التسمية والله أعلم هذا رأيي إجتهاد شخصيا أنها مطمئنة في حياتها وتطمئن لمن هو على شاكلتها تطمئن لا والنفس الأمارة بالسوء سبحان الله أخصات دكتور غير موجود لا أخصات واضح عندي أنا عندي واضح أنا كمان الحمد لله الحمد لله فالنفس الأمارة بالسوء ماذا تفعل النفس الأمارة بالسوء تجد أنها سبحان الله تطمئن لمن هو على شاكلتها أيضا ولكن ليس بمعنى الأطمئنان الذي نعلمه نحن هم يتفقون من خلال السلوك السيء يعني أنت إذا دخلت إلى مجلس فيه إنسان طيب وإنسان سيء إذا كنت أنت إنسان طيب تجد نفسك سبحان الله تنجذب لهذا الإنسان الطيب طيب ما هو التفسير العلمي علميا لا يوجد شيء ولكن نحن نستطيع أن نقول روحيا هناك شيء مؤكد أكده النبي سأذكر لك الحديث بعد قليل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذه النفس عندما تدربها على السلوك الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى تصبح نفسها مطمئنة في الدنيا تطمئن لغيرها كيف يحدث هذا الإطمئنان؟ أقول لك النفس هي عبارة عن مجموعة من المواصفات فطرها الله في كل إنسان آتاها إما التقوى وإما الفجور نعم افتراض للإنسان للنفس البشرية مبرمج على الصدق والعدل وحب الخير والإيمان بالله نعم على أن يميل باتجاه الإيمان بالله واليوم الآخر بحث وهناك دراسة أخرى علمية أيضا أثبتت على الأطفال بعمر ما دون ستة أشهر تقول إن الطفل يستطيع أن يميز بين الظلم والعدل ويستطيع أن يميز بين الخير والشر منذ عمر ستة أشهر فخرجوا بنتيجة أن الطفل يولد وهو مبرمج على أساس ماذا على أساس الخير والعدل والإيمان بالله الدراسة التي قام بها أحد وهذه كلها موجودة على موقع لمن أحب يعني موجودة للتوثيق العلمي درس منطقة الناصية هنا الناصية هي منطقة التي يحدث فيها الخطأ أو الكذب المنطقة المسؤولة عن القيادة والتحكم والإبداع والكذب والخطأ هي منطقة الناصية التي هي تسمى علميا بريفرونتال لوب هي المنطقة ما وراء الجبهية وراء الناصية تمام؟ الصوت واضح؟ نعم معك دكتور هذه المنطقة قام العلماء باستخدام جهاز يسمى FMRI جهاز المسح برانين المغناطيس الوظيفي لاختبار هذه المنطقة هنا أثناء الصدق والكذب ورسموا صور لنشاط هذه المنطقة تظهر نشاطا زائدا أثناء الكذب الصدق النشاط يكون بسيط جدا فوجد العلماء يقينا هذه نتائج تم قياسها بالكمبيوتر ليست اجتهادات أو نظريات هذه حقيقة علمية أن الدماغ يصرف طاقة أكبر أثناء الكذب انظر إلى عظمة الخالق عندما أعطاك هذا الدماغ برمجه لك على أساس الصدق فقال هذا العالم بالحرف الواحد وهذا الكلام منشور على موقعي في بحث على موقعي أنا موجود في بحث عن الكذب والخطأ ومنطقة الناصية قال بالحرف الواحد إن النظام الافتراضي للدماغ هو الصدق أنت عندما تشتري جهاز كمبيوتر لابتوب تجد أن فيه نظام افتراضي جيد مبرمج بشكل جيد فإما أن تخربه وإما أن تحافظ عليه وتبقي على هذه المعلومات الدقيقة والصادقة مثل الصدق وحب الخير لذلك قضية توأم الروح أنا يمكن أن نسميها التآلف الأرواح فالإنسان الذي عود نفسه على الصدق وحافظ على النظام الذي وهبه الله إياه ولقد كرمنا بني آدم الإنسان مكرم أن الله أعطاه نفسا مبرمج على الصدق والعدل وحب الخير والإيمان بالله فإذا بقيت على هذا الاتجاه ستجد أن أي نفس لها نفس المواصفات يحدث تجاذب مثل يعني مثل مغناطيس يحدث تجاذب بينك وبينه وتشعر أنك تعرفه وتشعر أنه قريب منك حتى أن هؤلاء الأشخاص يحدث بينهم نوع من التخاطر لأن هذه الروح تذهب بسرعة أسرع من سرعة الضوء كما نعتقد تستطيع أن تعبر الكون في جزء من ثانية ليست مقيدة بالقوانين الفيزيائية لذلك قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فهذا بلقصة هل تريد أن نتحدث في نفس الموضوع أم ننتقل لشيء آخر أم ننتهي ما بعرف لا يا دكتور تفضل تفضل دكتور على راحتك كلنا أزام صغيرة ما شاء الله عليك دكتور هل حد هل حد عن سؤال في الجزية دي منكم يا جماعة هل حد عن سؤال بالعكس يعني إذا في أي شؤال الله يسلمك دكتور دكتور طيب عفوا عندي سؤال هل توأم الروح أو توأمة الروح ممكن تكون بين الزوجين ده سؤال من الأستاذة منصورة مديرة المكتب العام القائد القوات المسلحة في الإمارات ما شاء الله عليك ما شاء الله يا أهلا السلام ومرحبا الله يسلم ما هي الأستاذة الفاضلة يجب أن يحدث بين الزوجين أنا أقول يجب ليس ممكن الله تعالى يقول الله أشار إشارة لطيفة إلى هذا الأمر قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة جعل بينكم مودة ورحمة فالزوج والزوجة كلما كانت نفس الزوج مع نفس المرأة كان فيهما الصدق والعدل والصبر وحب الخير كل واحد يحب الخير ويصبر على الآخر تحدث هذه الظاهرة ويحدث التخاطر بينهما أيضا لا الله 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 كلام جميل وهو ما سماه القرآن لتسكنوا من السكون كأنك كأن النفس أصبحت واحدة لا لذلك لا لذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه آية من آياته عز وجل كثير من القرآن يقول إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون لآيات لقوم يعقلون يتفكرون مليئة إذن أحيانا الزوج يقصر في هذا الموضوع هنا يأتي دور المرأة عاملت الزوج بالصبر وبالاهتمام وبأن تفهم ما في نفسه لا أن تتعالى عليه أن تصبر لأنني قلت ذات مرة الإنسان أفضل ما يحمل معه إلى القبر هو الصبر لماذا؟ الله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ والصبر ضياء والمعروف عن القبر أنه الظلمات ما الذي يضيء القبر؟ الصبر وهو البضاعة التي تحملها بسهولة وتأخذها معك عندما تدخل إلى عالم البرزخ المال لا يستطيع الدخول إلى هذا العالم هناك برزخ أنت معلق شوية؟ عندي ملا من عندك؟ عندما أعتقد أنت معلق شوية أستاذ واضح؟ لا صار واضح سمعين كويس؟ أنا بيقطع بس أنتي واضح واضح طيب ماشا فالإنسان سيعبر هذا البرزخ شاء أم أبا ولكن متى في الأجل الذي حدده له الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت الآن أنا سأعبر هذا البرزخ ماذا سأخذ معي؟ سأخذ معي أشياء مسموح لي بحملها عندما تذهب في الطائرة لا يسمح لك أن تحمل أي شيء هناك أشياء مسموح بها وأوزان مسموح بها لذلك الإنسان عندما يصعد في الطائرة ماذا يحمل معه؟ صوتك واضح عندي بس أحب المشاركين في الدورة هل الصوت واضح؟ سامحني يا دكتور أنا ممكن أطلع أطلع تالي منها آآ دكتور أشرف أطلع عادي آآ عادي أنا اللي عندي مشكلة أطلع وطلع يا منها آآ دكتور أطلع وطلع أنا معكم أنا معكم إن شاء الله فالإنسان عندما يدخل في عالم البرزخ يأتي الموت إذا جاء الموت سوف يدخل من عالم الحياة العادية إلى عالم آخر هو عالم ما وراء البرزخ وسيخترق هذا البرزخ هكذا مسموح لك أن تحمل أشياء لذلك الإنسان عندما يذهب في رحلة إلى الفضاء رحلة في الطائرة يأخذ معه ما خف وزنه وغلى ثمنه ما خف وزنه وغلى ثمنه فأنت عندما تذهب إلى عالم البرزخ وهو عالم فيه حياة أكثر من الحياة التي نعيشها الآن وحياة ممتدة إما نعيم أو إما عذاب طيب ماذا أحمل معي أغلى شيء وأخف شيء بنفس الوقت يعني ما غلى ثمنه وخف وزنه أكثر عمل يمكن أن أحمله معي عمل سهل خفيف مجاني ليس فيه أي تكلفة وثوابه عظيم ويضيء القبر هو الصبر بذلك قال النبي عليه الصلاة والصبر ضياء الصبر ميزة الصبر أنه يأتيك أنت لا تذهب أنت لا تذهب إلى الصبر هو يأتيك من خلال البلاء يعني دكتور أشرف أخبرني أنه مر بحيث وصبر على ذلك البلاء جاء لعنده فصبر ومن ثالي أخذ هذا الأجر إن شاء الله ويبقى هذا الصبر في ميزانه يجده نورا في القبر ويجده أيضا يوم الحساب لأن لأن الإنسان يوم القيامة لا تزول قدمه حتى يحاسب ويسأل عن ماله وعمله وعن عمره وعن شبابه وعن صلاته وعن كذا 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 إلا الذي لديه بضاعة ما هي الصبر هذا لديه يعني كارت أخضر ادخلوا الجنة بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هذا معفو من الحساب مثل المسؤولين الكبار الذين لديهم حصانة دبلوماسية لا يمر على التفتيش صح فالصابر يوم القيامة له حال مثل الإنسان الذي لديه بطاقة يدخل ويعفى من المحاسبة ويدخل الجنة بغير حساب وفي القبر يكون القبر ضياء فبالنسبة لسؤال الأخت الفاضلة المرأة عندما تصبر على زوجها هذا العمل من أكبر الأعمال الذي يضيق ومن أهم الأعمال الذي يضيق حياتها أيضا لأنها تشعر بسعادة كثير من الأسر هدمت وشرد الأولاد بسبب عدم صبر أحد الزوجين طبعا الصبر يجب أن يكون فيه إساءة حتى تصبر يعني الرجل أحيانا نسيء وأحيانا المرأة فإذا تآلف كلاهما على الصبر اتفقا على أن تكون هذه النفس طيبة أنا أتصور بأنهما سيحققان الآية الكريمة ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها جعل بينكم ودة ورحمة فنسل الله إذا فيه أسئلة أخرى أو أي شيء أنا جاهز تسلم دكتور طب هادها من ناحية إذا كان زوج وزوجته إذا صار هذا التخاطر مع أشخاص غريبين أنه نفس الشيء طبعا طبعا يعني أنا عن تجربة أنه أنا صار مرتين هالموضوع معي ولحد الآن مستمر مع شخصين طيب يعني بشوف عنهم مثلا تفاصيل بحياتهم أو شو عم بيمروا فيه وهنا نفس الشيء يعني أنا عندي صديقة وعندي حدا أنه غريب بس نفس القصة بتصير فأنا مستغربة أنه أنا ليش عم بطلع أو عم يظهر لي هالتفاصيل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ نحن نسينا أن نقول حياته يقول الأرواح جنود مجندة يعني الروح ما هي الروح؟ الروح هي أنا قلت أنها نظام عمل تشغيل الجسم هي التي تتحكم بالجسم بالدماغ بالخلايا دقات القلب توزع الهرمونات عمل البنكرياس عمل الكبد الإشراف على كل هذه العمليات التي يقوم بها الروح على فكرة لذلك العلماء محتارون حتى الآن ما الذي يجعل القلب ينبط لا يعلمون؟ ما الذي يجعل البنكرياس يقوم بعمله؟ ما الذي يجعل الكبد يصفي السموم بكفاءة عالية من دون أي أوامر؟ من أين تأتي الأوامر لا يعلمون؟ لذلك الروح هي التي تقوم بكل ذلك فالنفس كما قلت عندما تكون نفس بمواصفات معينة ليس من الضروري أن تكون نفس مطمئنة أو نفس مؤمنة ممكن أن يكون إنسان كافر ليس لها علاقة هذه قوانين فيزيائية كونية فهذه النفس عندما تكون بمواصفات معينة فإن الأرواح كما قال النبي جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تنافر منها اختلف فهذه النفس أو هذه الأرواح موجودة في الكون من حولنا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي لذلك القرآن سمي روح جبريل سمي روح وكذلك أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم الخطاب للنبي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نحن نعلم أن البرمجة اليوم تقوم على لغة الأوامر الدكتور أشرف يعلم ذلك شاء الله عليه أي برنامج حتى تكتب الشفرة شفرة البرنامج يقول لك هي أوامر أمر مثلا جمع أمر طرح أمر إذا كان كذا يفعل كذا هي مجموعة من الأوامر والروح هي أوامر لذلك دائما أو غالبا عندما تذكر الروح يذكر معها الأمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي صباحة بنوك فلا تستعجلوا يعني الروح سوري هو المقصود في تنزل ومهو الروح قصدهم جبريل عليه السلام في الآية أو الروح مفتوحة أو الروح مفتوحة الله أعلم إيش الروح مقصود هي أرواح المؤمنين أو أرواح الله أعلم يعني ما حددت الروح في القرآن الكريم ذكرت عدة مرات في عدة آيات دائما الروح تأتي بمعنى الأمر الإلهي هذا الأمر القرآن هو روح لأنه أمر الله فيه أمر الله ذلك أمر الله أنزله إليكم القرآن هو أوامر مجموعة أوامر افعل لا تفعل أقيموا الصلاة آتوا الزكاة لا تقربوا الزنا عبارة عن أوامر إذن هو القرآن هو مجموعة من الأوامر لذلك سمي الروح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الآن يقول الله سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة الروح والملائكة في التفسير أن الروح اسم لي ملك ولكن أنا أعتقد حسب رؤيتي أن هناك نوع من الملائكة يطلق عليهم الروح ليس ملك واحد يعني مثل ملائكة العذاب نوع من الملائكة حملت العرش عرش الرحمن نوع من الملائكة الروح هو نوع من الملائكة لذلك تنزل الملائكة والروح يعني ملائكة الملائكة العاديين والملائكة الذين اسمهم روح يتنزلون بأمر ربه بإذن ربهم من كل أمر في سورة القدر طبعا هذا الكلام واعتقد دكتور أسمكت حديثك أنه الأمر هنا يقصد به ويسألنك راح قلل روح من أمر ربي جاء في كل التفسير أن أمر ربي الأمر هنا كن فيكون وهو أمر هذا هو رأس الأوامر إنما أمرنا لشيء إذا أردناه الله أقول له كن فيكون ويقول في آخر سورة القمر وما أمرنا إلا وحدة كلمح في البصر لذلك أنا ذكرتني بمعلومة علمية أود أن يعرفها الأحبة المشاركين معك أن العلماء قالوا أخيرا في آخر دراسة كونية إن كل شيء في الكون تحدد مصيره في الثانية الأولى يا الله حتى شكل البشر حتى شكلي وشكلك وشكل الأرض وشكل الأمطار والحيوانات والطبيعة وكل هذا تحدد في الثانية الأولى لماذا؟ لأن القوانين التي نسير عليها نحن الآن وضعت خلال الثانية الأولى من عمر الكون الله قوانين يعني أنا الآن أستقر بفعل قانون جاذبية وإلا طرنا في الهواء وجود الهواء هذا وكثافة الهواء مناسبة لي لو كانت أعلى من ذلك لاختنقنا لو كانت نسبة الكربون عالية لتسممنا وموتنا فجاء كل شيء متوازن وتم تحديده وليس خلال الثانية الأولى بل كما يقول خلال جزء من تريليون 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 جزء من الثانية يعني الزمن غير محدود بسيط جدا حددت ما هي الكون وقوانين الكون لذلك هنا قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أشار إلى أن كل هذا الخلق خلق وفق تقدير ووفق نظام محكم بقدر ثم قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أي أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بلمح البصر ولكن بعد ذلك هناك مراحل وعمليات لنا من أجلنا وضعها من أجلنا لنكتشف بدايات الكون نكتشف بدايات خلق الأرض لأن الله تبارك وتعالى يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير لو لم يكن هناك نظام مبرمج في الكون ومراحل وعمليات وخلق الكون على ستة أيام وكذا 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 لم نستطع اكتشافها الله قادر أن يخلق الكون بلمح البصر وانتهى الأمر ولكن وضع هذه المراحل الأمر صدر بلمح البصر ولكن التطبيق العملي جاء على مراحل طويلة لذلك نجد أن عمر الكون 13.7 مليار سنة ونجد أن عمر الأرض 4.5 مليار سنة ونجد أن مثلا هناك نجوم عمرها 5 مليار أو 10 مليار سنة أو 13 مليار سنة كلها تكتشف حديثا لو لا هذا النظام الكوني لم نستطع اكتشاف هذه المنظومة الكونية الرائعة لذلك أقول دائما وأخاطب علماء الغرب أنا أقول دائما يعني إنكم أيها العلماء ما دمتم لم تعترفوا بشيئين لن تصلوا إلى الحقيقة الشيء الأول هو الخالق والشيء الثاني هو الروح لا يتمكنوا من معرفة حقيقة الخلق وحقيقة البشر وسر الأمراض النفسية وسر الأحلام وسر التخاطب انظر حتى الآن آخر دراسة قرأتها نشر ملخص عنها على موقع CNN الأمريكي يقولون إن كل الأدوية النفسية وهذه معلومة تهمك دكتور أشرف نعم دكتور الأدوية والعلاجات الخاصة بمرض الاكتئاب والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات كلها أثبت أنها لا فائدة منها لا فائدة منها وهذا الكلام منشور على موقع CNN ودراسة علمية حتى يعني إنك تقرأ أحياناً عن دواء يستخدم لسنوات طويلة فجأة يقولون لك أثبت العلم أنه لا فائدة منه بل أضرره أكبر من نفعه إلا القرآن العظيم الشفاء بالقرآن مجاني وآمن وليس له آثار جانبية لأن الشفاء بالقرآن هو شفاء الروح والروح إذا مرضت بتمرد باقي أجزاء الجسم عشان كده بيجيهم سكر وضغط ومدرق لأنه اختلال صرف الروح حسنتي طالما اختلت الروح اختلت وازن الجسم حسنتي يعني مثل الكمبيوتر تختل البرمجة فيه أحيانا الكمبيوتر بيصير فيه مشاكل بسبب السوفت وير أو بسبب بتروع على الفن بيقولك يحتاج إلى فرمات يعني يشيل البرنامج ويضع برنامج جديد فإذن الروح والقرآن هل تعلمين لماذا شفاء الروح لا يتم إلا بالقرآن لأن الله سمى القرآن روحاً وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا فكأن الله يريد أن يقول لنا هذه الأوامر هذه البرمجة التي تشرف على نظام عمل الجسم متى يحدث السكر لدى الإنسان عندما تختل برمجة البنكرياس متى يحدث مثلا الربو عندما تختل برمجة الرئتين مثلا متى يحدث مثلا في الدم ضغط الدم عندما يختل الإشراف على توزع الدم وجريان الدم طيب كيف نعيد هذه البرمجة بالقرآن كأن القرآن بعيد توازن لهذا الجسم لذلك أنا وجدت ملاحظة أن حفظت القرآن والذين يعيشون مع القرآن تجد حياتهم مطمئنة تقريباً خالية من الأمراض تجد لديهم إطمئنان وسعادة وفرح ويعيشون أعمار طويلة لاحظ قراء القراءات مثل الإمام مثلا حفظ والإمام ورش والأئمة العظام أنا تفاجأت كنت مرة أقوم بدراسة عن القراء والقراءات أصحاب الروايات المشهورة المعروفة رواية حفظ عن عاصم وكذا وجدت أن معظمهم يعيش بحدود تسعين سنة مئات سنة مئة وعشرين سنة الله أكبر المعلومات الجديدة ذلك هذا القرآن يعني كثير من الناس يجهل هذه المعلومات للأسف اليوم ونحن بحاجة لها بحاجة لمسل هذه المعلومات دكتور في ناس يحفظوا القرآن بس ما بيطبقوا أو يكون ما بي يعني يغسل روحهم مصبوط فتلاقي حافظ بس أنه تعبان نفسياً برضو عنده مشاكل وعنده وعنده لازم يؤسل القرآن الله تعالى أخبرنا عن هذا الموضوع القرآن لم يترك شاردة ولا واردة دكتور أشرف يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء بالفعل اليوم تجد إنسان أعطاه الله القرآن ولكنه ظلم نفسه ذهب في اتجاهات منحرفة الله ماذا قال ثم أورثنا الكتابة أي القرآن الذين اصطفينا من عبادنا إذا الله اصطفى من هذه المليارات السبعة مثلاً اصطفى ألف شخص أورثوا يسر لهم القرآن ما معنى أورثنا يعني يسرنا لهم حفظ القرآن وتدبر القرآن وتجويد القرآن وغير ذلك الآن هؤلاء الذين اصطفاهم الله ينقسمون على ثلاثة أقسام القسم الأول والأكثر فمنهم ظالم لنفسه سبحان الله هنا الآية انظر دقق تتحدث عن من عن من اصطفاهم الله لا تتحدث عن إنسان عادي أي هذا بعد الغربلة وبعد التصفية قسم كبير يخدم نفسه سبحان الله كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ثم قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث هذه فيها إعجاز علمي أيضاً طيب النوع الثاني ومنهم مقتصد يعني مثلي ومثلك مقتصدين يعني نرجو رحمة الله والنوع العالي جداً وهو القليل نسأل الله أن نكون منهم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إذن الأخت الفاضلة ملاحظتها دقيقة ما شاء الله عندما قالت هناك بالفعل من يظلم نفسه والقرآن حدثنا عنهم وهناك إنسان عادي يعني يحاول أن يكون قدر مقتصد يعني قدر مستطاع أن يكون يعني الأمور متوازنة معه ولكن الفئة العالية جداً سابق بالخيرات طيب هذا السابق بالخيرات ما هي أهم صفة له أهم صفة هي أنك إذا أردت أن تكون مستجابة دعوة يجب أن تسارع بالخيرات قل لي ما هو الدليل من القرآن أنا أعطي قاعدة الزكريا إنهم كانوا يسارعون بالخيرات سورة الأنبياء أنا لفت انتباهي حرف الفاء في استجابة الله لأنبيائه والفاء باللغة العربية تستخدم لسرعة الاستجابة يعني مثلاً ولقد نادانا نوح فلنعم المجبون فا استخدم الفاء وذنوني إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم فنجيناه مباشرةً وأيوب إذ نادى ربه أني مسني ضر وأنت أرحم الراحمين فكشفناً مباشرةً ففيش ما في مسافي طيب أنا طرحت سؤال ما هو سر استجابة الله لهؤلاء الأنبياء لماذا نحن ندعو فلا يستجاب لنا وهؤلاء بمجرد الدعاء يستجاب لهم السر في نهاية القصة عندما قال تعالى عن هؤلاء إنهم من يعني زكريا ويحيا وسيدنا إبراهيم ونوح وأيوب وذنون سيدنا يونس إنهم يعني أيها الإنسان هنا درس أيها الإنسان إذا أردت أن تكون مستجابة دعوة اسمع إلى الآية التالية إنهم كانوا يسارعون في الخيرات كانوا يسارعون أنت يأتيك شخص فقير فتعطيه المال هذه ليست مسارعة هذه صدقة المسارعة أن تذهب أنت إليه وتعطيه الله الله يا دكتور إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين رغبا بما عند الله من نعيم ورهبا خوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى ذلك يخوف الله به عبادهم وكانوا لنا خاشعين إذن الخشوع أيضا هو مفتاح استجابة الدعاء أن تكون انظر هنا ختمت الآية بقوله تعالى لم يقل كانوا يخشعون خاشعين خاشعين هنا حال بمعنى حال ما معنى الحال؟ أي حالهم حالة خشوع عندما يأوي إلى النوم تجده خاشعا لله عندما يأكل خاشعا لله عندما يذهب إلى السوق خاشع حياته وكانوا لنا خاشعين يعني حالهم حالة إنسان خاشع يمارس الخشوع في كل ثانية وفي علم النفس هناك علم قائم بذاته اليوم يدرس ويستخدم في الشفاء والعلاج هو علم التأمل علم التأمل أبحاث لجامعة هارفارد وجامعات عالمية قاموا بها وأثبتوا الفوائد الكبيرة لهذا العلم على الرغم من أن التأمل الذي ينادون به هو مجرد أن تجلس وتحدق في منظر أو شمعة أو خرير ماء أو تحدق في لوحة أو كذا نحن التأمل لدينا أعلى بكثير لأنه مرتبط بمعاني كلمات القرآن وربطه القرآن بالنجاح هم يقولون أحد أسرار النجاح أن تمارس التأمل ولو كل يوم نصف ساعة نحن لدينا خشوع وتأمل 24 ساعة على فكرة ربط القرآن الفلاح أو النجاح بالخشوع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ربط الفلاح أفلحا لأنهم خاشعون فاليوم هذه الأبحاث العلمية التي تقول بالتأمل والمديتيشن وكذا نحن لدينا شرع لنا الله سبحانه وتعالى عبادة الخشوع التي هي أعلى بكثير لأن الخشوع لدينا قائم على المعاني قائم على الزهد قائم على التفكر بالآخرة قائم على التفكر بالموت يعني في الغرب لو اجتمع أطباء الدنيا كلهم على أن يدخلوا السعادة لمريد سرطان لا يستطيعوا لا يستطيعوا لأنه مشرف على الموت إلا القرآن يدخل عليك السعادة وأنت على فراش الموت على اليوتيوب عملت حلقة كيف تكون فرحا يوم الموت وأثبت فعلا من القرآن أن هناك حالة يعيشها المؤمن الذي فرغ حياته ووقته في سبيل الله أن أسعد وأفضل وأكثر لحظة فرحا في حياتي هي لحظة الموت لأن الملائكة تتنزل عليه وتقول لهم لا خوف عليكم ولا أنتم تحسنون والله سبحانه وتعالى يبشره يستبشرون برحمة من الله وفضل فرحين بما آتهم الله من فضله المؤمن الذي ليس من الضروري أن يقتل يمكن أن يموت يعني حبيب عليه الصلاة والسلام النبي لم يقتل في معركة مات على فراش الموت ولكنه من الشهداء وهو فرح الآن عند ربه ويرزق عند ربه وهو حي أيضا فكل مؤمن يفني حياته في طلب العلم ونشر العلم وحب الخير للناس ومساعدة الناس ومساعدة الفقراء وتقديم خدمات للناس ونشر التسامح ونشر المحبة بين الناس هذا الإنسان أفنى حياته في سبيل الله ستكون أسعد لحظة في حياته لحظة الموت عندما نشرت هذا الفيديو جاءتني رسالة من أخت مريضة في السرطان ومشرفة على الموت والرسالة تقول ما يلي أنا تفاجأت حقيقة يعني قالت والله أنا كنت يائسة لأن الأطباء أخبروها أنها ستموت بعد أيام وشاء الله أن تستمع لهذا الفيديو فقالت شعرت بفرح غامر لم أشعر به في حياتي يا الله يا الله بقي لها أيام وقالت بالحرف الواحد قالت أنا لم أعد خائفة من الموت بالعكس أنا أنتظر مصيرا وفرحا وسرورا ولا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وجزاك الله خيرا فأنظر قوة القرآن بالله عليك لو اجتمع كل أطباء الدنيا هل يستطيعوا أن يفعلوا فرحا لإنسان سيموت لا يستطيعوا أن يقدمون هنا قوة القرآن وقوة تعاليم القرآن فلذلك دائما ينبغي أن نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وهذا دعاء أهل الجنة على فكرة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله الحمد لله الله يبرك فيك يا دكتور يعجز اللسان عن الحديث عن ما قدمت لنا اليوم سأقول لك سر بسيط قبل أن تختم أنا هناك حالة حالة من توافق الروح بيني وبينك بمجرد أن أرى أنا الآن أرى صورتك على الشاشة بمجرد أن أرى هذا الوجه ما شاء الله المنور على رأي مصر الوجه المريض سبحان الله يعني تتفتح معي بعض الأفكار أقولها لأول مرة كما لاحظت أنا هذا الكلام في كل لقاءاتنا وبرمجنا دكتور كل من سنجلت معك يجب أن تستمر هذه الحوارات وأن يكون هناك حتى برنامج على الهواء مباشرة يستمتع به الناس وهو المانع شرف لينا دكتور والله أنتم أصحاب الطاقات والعلم جزاك الله عني وعن المحاضرين الإخوة والأخوات الحاضرين كل خيص شكرا جزيلا بارك الله فيك أستاذ سهند بيقدم شكر ليك يعني كل الكوكبة اللي موجودة معنا ويعني مش لقين تعليق نقول ولا كلام نشكرك به سنبقى على تواصل إن شاء الله دائما بإذن الله مشكور دكتور كحيل شكرا لكم أحبة الكرام ساعدنا بهذا اللقاء مع الدكتور لعجاز العين بالقرآن الكريم الذي يعني تفجرت العلوم شاء الله المواحد من بين جناباتي وعلى لساني وقلبي عندما استماعت اليوم أنا متأكد بعضكم بكى بعضكم أشعر بالقشرير والخشع والخشوع بعضكم استفاد علما ومعلومات جديدة كنا عمليين حساب نقعد عشر دائي وأخذناه وصائم جزاك الله كل خير والطعام من طعام الجنة على صبرك جميعا إن شاء الله إن شاء الله جميعا إن شاء الله إزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم والسلام 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة